بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والله أيها الأحبة لا يوجد أجمل ولا أروع من هذا العلاج الفعال المزدوج الصبر والصلاة أخي الحبيب إذا كنت محتاج لبيت أو مال أو زواج إذا كان بك مرض إذا ركبتك الهموم ولا تعلم ماذا تفعل اعلم تماما أن كثير ممن يملكون المال لديهم من الهموم أضعاف ما تعاني كثير منهم لديهم من الأمراض من المشاكل مشاكل زوجية مشاكل عائلية مشاكل في العمل مشاكل مع الناس المال أيها الأحبة ليس هو كل شيء لو كان المال شيئا مهما بالنسبة لله عز وجل أو شيء غالي أو شيء له قيمة لكان أفضل البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لكان الله وهبه القصور والأموال ووهبه أملاك كثيرة ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الدنيا فانية وهي اختبار تصور أنك تعيش خمسين سنة في هذه الدنيا ويوم القيامة يوم واحد ستقف خمسين ألف سنة كم تساوي الخمسين سنة مقابل خمسين ألف لا تساوي شيئا أيها الأحبة لذلك أحبة في الله الله عز وجل لم يقل استعين بالمال لم يقل استعين بالسلطة لم يقل استعين بفلان أو فلان انظروا إلى العلاج الإلهي لماذا لأن الله يعلم ما في القلوب يعلم العلاج الحقيقي واستعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله والصبر أولا لماذا أيها الأحبة لأن معظم الناس يصلون ولكن الصابرون قلة قليلة ادخل إلى أي مسجد قد تجد ألف مصلي كلهم يصلون وبخاصة يوم الجمعة ولكن كم شخص من الصابرين حقيقة في البأساء والضراء كم واحد قلة قليلة لذلك الله عز وجل لفت انتباهنا إلى علاج مهم الصبر والصبر هذا يجب أن يكون ابتغاء وجه الله لتشعر بقيمة الصبر وحلاوة الصبر ولذة هذا الصبر أيها الأحبة والله يا أحبتي لذة الصبر لا تساويها لذة في الكون الملحدون محرومون من هذه اللذة هو يصبر لماذا إذا كان لا يؤمن بوجود إله لا يؤمن بالآخرة ولا بالبعث ولا بالأنبياء ولا بالجنة ولا النار ولا الحساب ولا العقاب ولا يؤمن بنار جهنم ولا يؤمن بجنات عرضها السماوات والأرض إذن من أجل من يصبر بينما المؤمن والذين صبروا باتغاء وجه ربهم الملائكة ماذا تقول لك أخي الحبيب فقط اجلس وادرس وتخيل نتائج الصبر عندما تصبر على أذى الزوجة عندما تصبرين على أذى زوجك تصبر على الأولاد تصبر على عقوق ابنك تصبر على ضيق العيش تذكر أنه سيأتي يوم تقول لك الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الباب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يعني كم جميل يوم القيامة عندما ترى الناس يغرقون في عرقهم وترى الناس يعانون من ذنوبهم ومنهم من يحمل أوزاره يوم القيامة هؤلاء الذين تجدهم مرفهين منعامين في الدنيا ستجد أن بعضهم وربما الكثير منهم لأن الله يقول وقليل من عبادي الشكور ستجدهم يعذبون بينما أنت كم جميل كم تتلذذ كم تشعر بحلاوة ذلك الموقف عندما تقول لك الملائكة سلام عليكم بما صبرتم كم جميل عندما يقول الله لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيها الأحبة والله يا أحبتي هذه ليست مخدرات وهذه ليست مسكنات هذا منهج نبوي منهج إلهي يعني هل يعقل أن الله عز وجل لا يريد أن يكرم حبيبه من أكثر الناس على الإطلاق أكثر مخلوق صبر على أذى قومه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر مخلوق تحمل أذى الناس على مر التاريخ هو أغلى مخلوق بالنسبة لله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله في مكانة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد هي الوسيلة تصور تصور هذا الصبر أخي الحبيب أنت تلهث وراء المال تلهث وراء بيت تلهث وراء قطعة أرض مثلا انظر إلى النعيم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هؤلاء المتقون من هم من صفات المتقين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الصبر مراتب أيها الأحبة على فكرة ولكن مرتبة الكاظم وكبت هذا الغيظ وعدم إظهار الحقد والغل والتخلص من هذا الغل هذه مرتبة عالية العفو عن الناس لم يقل العفو عن المؤمنين لاحظت يعني أنت عندما تعفو عن ملحد أنت من هؤلاء على فكرة يعني نحن ردينا بعض المفاهيم الخاطئة نظن أن المؤمن فقط للمؤمن لا المؤمن يعفو عن كل الناس القرآن دقيق أحبتي في الله والعافين عن الناس ملحد أساءلك أعفو عنه شخص مخالف لك في العقيدة في المذهب في الدين أعفو عنه هذا أمر إلهي والعافين عن الناس الناس تشمل كل الناس بكل طوائفهم ودياناتهم ومذاهبهم إذن أيها الأحبة لماذا وضع الله الصبر ثم الصلاة لأن الصبر هو عمل الجوارح عمل قلبي عفوا عمل القلب عمل قلبي يعني أنت عندما تصبر لا تحتاج أن تحمل شيئا وتصعد وتنزل وتبذل جهد لا الصبر عمل القلب الصلاة عمل جوارح عمل طبعا القلب والجوارح لأن الخشوع مطلوب في الصلاة لذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى يعني ما نسميه في البحث العلمي النظري والعملي أعطاك شيء صبر علاج هو الصبر وهذا في كل الأوقات وأعطاك الصلاة فأنت عندما تصبر وتلجأ إلى الصلاة يعني أحيانا أحدنا يخشى من فيروس كورونا يخشى أن يصيب أو هذا الفيروس يعني هل فكر أحدكم أيها الأحبة أن مثلا يلجأ إلى الصلاة أحيانا إنسان يؤذيه جاره هل فكر أن يقف ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى على نية أن يصرف الله عنه أذى هذا الجار طيب هل فكر أحدنا عندما تضيق به الأمور والضائق المادية اليوم يعني عمة للكون للأسف يعني معظم الناس يعانون طيب هل فكرت بأن تصبر ثم تقف وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى على نية الفرج لذلك ماذا قال لك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لأن الخشوع يساعدك على الصبر والصلاة إذن لماذا أمرنا الله بالخشوع لمصلحتنا أيها الأحبة وليس لأنه بحاجة لعبادتنا تعالى الله سبحانه وتعالى فأمرنا الله بالخشوع لأنك كلما كنت خاشعا كلما تمكنت من إقامة الصلاة أكثر وكلما زادت قوة الصبر لديك قوة التحمل ولكن الصبر هنا ابتغاء وجه الله لذلك أقول أيها الأحبة وأختم بهذه الآية أرجو أن نحفظها جميعا وأن نرددها ونكررها كلما ضاقت بنا الدنيا ونطبقها عمليا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين والخاشعين والذين يلجأون إلى الصلاة في كل حين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته